السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شكرا لك شكرا لك سمستفى شكرا لك كبيرة لأهل أمزميز هذا الإقليم المبارك إقليم كنا نزوره باستمرار إقليم جميل لكنه يعاني من ضعف في التنمية الإقرصادية والاجتماعية والبنية التحتية وأناسه طيبون والمسؤولون فيه يقومون بمجهود كبير لكن لا يتوفرون على آليات الاشتغال ورغم كل ذلك هذا الإقليم لما كنا نزوره خصوصا في بعض دور الطلبة والفتيات الصغيرات وكذلك بعض الأسر المعوزة والمرأة القروية كنا نلاحظ فيهم إيمانا قويا سبحان الله العظيم ربنا يزرع الإيمان في بعض المناطق من بينها إقليم أمزميز فيهم إيمان قوي وابتشام عريضة على طول وفيهم قناع بالقليل قناع قليل يقنعون به وسبحان الله العظيم ولا شك أن هؤلاء دعوتهم مستجابة بإذن الله سيبنش طفاء لا شك أن الوباء ذي الكورونا خلق هاجسا عند الكثير من الناس وقد صرى وباء عالميا منذ شهور ليس مغربنا الحبي فقط العالم بأسره الدول العظمى الدول المتقدمة صارت الآن واقفة بعجز أمام هذا الوباء وهذا الفيروس الصغير جدا الذي لا يرى بالعين المجردة ولكن رغم كل الظروف ورغم كل الملابسات نقول كلمة بسيطة جدا وهو أن المؤمن لا يخاف إلا من الله المؤمن لا يخاف ولا يخش إلا من الله هذا الفيروس هذا الحقيقة ماذا؟ حقيقة أنه جندي من جنود الله يختبر به عباد الله اختبار فقط أعداد الناس الذين أصيبوا بكورونا وقد شوفوا لم يعد عندهم هذا الخوف وهذا الهلع الذي يصيب الناس هو جندي من جنود الله سوف يمضي سوف يمضي لحاله قريبا بإذن الله وفي هذه المناسبة السعيدة مناسبة المولد النبوي الشريف لا شك أننا سوف نكتر جميعا من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله لأن الصلاة على النبي تجعل الملائكة تحف بالمكان وقد جاء في الحديث ما من نجلس يصل فيه على النبي إلا ورائحة طيبة أطيب من المسك تتصاعد حتى تبلغ عينان السماء فتقول الملائكة هذا مجلس يصل فيه على النبي فتحف الملك المجلس فاللخة من فيلس كورونا لا عليه إلا أن يصل على النبي ماذا يقع له؟ المكان الذي يمكت فيه يصير طاهرا وطهرا المكان يصبح نقي وكيصبح طاهر وكيصبح سليم ويزول كل الخوف من الخطر أما من وقعت له فيلس كورونا ما عليه إلا أن يصل على النبي كثيرا وسوف يتبخر هذا الفيروس من جسده كما يتبخر الماء الذي هو فوق النار يتبخر لا يبقى منه أي شيء فعلينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نكتر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله في هذه الأيام السعيدة المباركة ويكفي أن الإنسان يستحضر في ذهنه ما يريد أيها الأحباب التغيير والإصلاح له قواعد وله أصول وله آليات وله استراتيجيات وله منهجيات يعلمها الخبراء لكن الذي يغفل عنه كثير من الناس هناك سبب بسيط ممكن أن تغير وتشدد وتصلح من غير تكلفة ومن غير تعب ومن غير مشقة كيف ذلك بالإيمان الصادق واليقين بالله ثم تتوسل إلى الله بأحب شيء إليه أحب الأشياء إلى الله هو أسماؤه الحسنى وصفاته العلاء وأيضا من أحب الأشياء إلى الله الصلاة على النبي المصطفى ونحن هذه الأيام نحدثي بذكر مولد خير خلق الله كل واحد منا ضرات شحاجة نفسه أو عنده احتياجات معينة ولا يستطيع الوصول إليها وتبدو له أنها بعيدة منال أقول له جازما أقوله له يقينا ليس فيها أبنى ذرة شكل وهي أن الإنسان يوطد إيمانه بالله ويقول يا رب يا رب ويصلي على النبي الكريم اللهم صل وسلم على خير خلقك سيد محمد ويتقدم إلى الله بطلباته والله وبالله وتالله أقسم غير حانث بأن ربنا إذا أعطاك أدهشك لا يعطيك الله أعطاء عاديا إذا أعطاك أدهشك هذا الكلام أيها الأحباب الكرام عشناه طوال هذه المدة مع عدد كبير من الناس هناك أناس تعرضوا لبلاء شديد هناك من تعرض لبلاء كورونا هو وأهله ودويه وهناك من تعرض لبلاء الفقر الشديد والديون المتراكمة وهناك من تعرض لأمراض وأسقام وعيدة خطيرة وهناك من تعرض لأمراض نفسية حتى صار يفكر في الانتحار وهناك من تعرض للحيرة والشك حتى كاد أن يقع في الشرك أو في الإلحاد ولكن لما جمعنا هؤلاء الناس وقلنا لهم وطنوا أنفسكم اذكروا الله رب العالمين أكثروا من قولكم لا إله إلا الله صلوا على سيدنا رسول الله نرفع أقفنا إلى الرحمن وبقينا هكذا لأيام معدودات على رؤوس الأصابع بعد ذلك لما كنت أزورهم والله حياة الجميع قد تغيرت تغيرت والتغير يكون على قدر إيمان الشخص وعلى قدر يقينه بالله عز وجل فإطمئنوا أيها الأحباب لا تخافوا ولا تحزنوا إن رحمة الله وسعة وإن رزقه كثير وإنه يتنزه في ملكه يفعل ما يشاء وكل في الأمر أن هذه مجرد اختبارات الله تعالى يختبر كمن نجح فله الأجر والتواب الجسيل ومن فشل فربما قد تاتيه دورة استدراكية نسأل الله سلام والعافية شكر الله لك يا أخي مصطفى وبارك الله فيه وحفظ الله وإياكم من هذا الوباء ومن شر أداء وبارك الله في إقليمي أمزمس آمين يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله